والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر رئيس وأعضاء جمعية بني جمر الخيرية على إقامة هذا التأبين الطيب لهذا الإنسان المؤمن الطيب كما أشكرهم على إتاحة الفرصة للمشاركة في التأبين وقبل البدء رحم الله من قرأ لروحه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يشرفني أن أقف أمامكم أيها الإخوة لقراءة هذا الموجز عن سيرة حياة أخي وصديقي المرحوم الحاج علي حسن صالح أبو حسين الأخ الحاج علي حسن رحمه الله شخصية مؤمنة ومخلصة في عملها لله ومعروفة عند الجميع في بني جمرة وهذا الاحتفال تأبيني هو للتكريم والذكرى ليس إلا يعني كل بني جمرة تعرف هذا الشخص فطيبه فأخلاقه فتعامله طبعاً معرفتي له منذ الصغر وكان يستقبل في بيتهم أهله وأصدقاءه بشكل دائم يكرمهم ويسمعهم الطيب من الكلام وارتباط الناس به هو دليل على محبتهم له وبسبب لين الجانب الذي يمثل أبرز سماته وحتى لا أطيل اسمحوا لي أن أختصر ترجمة شخصيته من خلال عدة محاول أولاً التزامه الديني وأخلاقه المرحوم الأخ الحاج علي حسن كان إنساناً ملتزماً منذ صغره وكان محافظاً على حضور صلاة الجماعة ومداوماً على أداء فريضة الحج وزيارة المراقد المقدسة وكان له حضور طيب في المجالس الحسينية أما أخلاقه فهي عالية جداً هو فعلاً إنسان طيب طيب القلب يحترم الكبير ويقدر الصغير ويكفي أن أقول لا أتذكر أنه أساء إلى أحد يوماً أو حصلت له مشكلة مع أحد وهذا توفيق قل من يصل إليه وطبعاً هو خفيف الظل صاحب دعاب لطيفة مع القريبين منه صغاراً وكباراً وقلبه الطيب لا يحمل غلاً لأحد ثانياً التعاون هو يمتاز بتألقه في هذا الجانب حيث يبسط يده في خدمة الأهل والأصدقاء في كل ما يتعلق بشؤون الحياة وفي أمور الدراسة وغيرها وكان له دور فعال في مساعدتنا لفهم بعض الدروس المتعلقة بالمواد التجارية في بداية التحاقنا بالثانوية ثالثاً الاجتهاد في الدراسة والعمل لست وحدي الذي يعرف عنه هذا الجانب فهو لم يتوقف عن الدراسة بعد تخرجه من الثانوية بل استمر بكل حيوية ونشاط يدرس انتساباً في جامعة بيروت العربية وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ثم وصل الدراسة وحصل على شهادة المحاسب القانوني العربي ACPA من الجمعية العربية للمحاسبين القانونيين وأما اجتهاده في العمل فكان رحمه الله يكدح بإخلاص صباحاً ومساء رابعاً بر الوالدين أحببت أن أخصص محوراً في هذا الجانب لما لاحظته فيه من تميز كبير في علاقته وتعامله مع والديه حيث كان محباً ومطيعاً ومساعداً لهما لدرجة كبيرة وكنت أشاهده بشكل منتظم كيف يقوم بمساعدة والدته رحمها الله في توصيلها على الكرسي المتحرك إلى مأتم النساء وأتذكر في بداية مرضه الأخير أثناء زيارتي له في المستشفى كان رحمه الله يقول منذ أن توفيت أمي لم أرى العافية وهذا يعكس عمق العلاقة والارتباط الوثيق بوالدي خامساً وأخيراً العمل الاجتماعي الأخ المرحوم أبو حسين أولى هذا الجانب أهمية كبرى والإخوة المنظمون لهذا التأبين الطيب بارك الله فيهم وحفظهم يدركون كم هو كان شغوفاً في أداء مهامه بدون كلل كان رحمه الله ملازماً لحضور مقر الجمعية الخيرية ومساعدة إخوانه في إنجاز ما يطلب من خدمة للدين والمجتمع ختاماً أيها الإخوة أستطيع القول أن المرحوم الحاج علي حسن صالح أبو حسين هو مدرسة أخلاقية راقية ونموذج صالح يستحق من التخليد والتقدير أسأل الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحم الله من أعاد لروحه سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر